الطبق الثالث وهو الدور المجتمعي للنادي الأهلي نادي الأهلي يا جماعة منذ بداية الأزمة مع الأشقاء في فلسطين والحرب الدائرة من كيان صهيوني محتل نادي الأهلي كان ليه دور مجتمعي مهم جدا أولا على المستوى الإعلامي كان في حالة حداد على مدار ثلاث أيام دعما لهذه القضية ودور مهم جدا للنادي الأهلي دعما كمان للدولة المصرية في هذا الموقف واستكمالا لهذا الدور يوم الخميس الماضي قافلة النادي الأهلي توجهت إلى معبر رفح لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة انطلاقا من الدور الوطني والمجتمعي للنادي والمشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة لجان العليا في النادي الأهلي بصراحة يعني من خلال هذا الدور المجتمعي قامت بدور كبير جدا بالتنصيق مع مجلس الإدارة ضمت قافلة النادي الأهلي توجهت لميناء رفح البري يوم الخميس عددا من الشاحنات التي تحتوي على مواد غزائية وطبية ومياه لدعم الأشقاء في فلسطين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب كان أعلن قبل كده عن الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين من خلال تخصيص قوافل إنسانية لتخفيف المعاناة الواقعة على أهلينا في غزة مهما قمنا بهذا الدور ومهما تكلمنا والله العظيم يعني مش هيقدر يوفي حق الأشقاء في فلسطين ولوه بنسبة عشر في المائة وعشر في المائة لو نقدر نقوم بأكتر من كده هنقدر نقوم بأكتر من كده ولكن قدر إن كان يا جماعة كل واحد بيحاول في الإطار المحدد لأنه يشتغل عشان دعم الأشقاء في فلسطين وزا ما شايفين طبعا الحفلات اللي كانت موجودة عبر ميناء رفح البار